هذا وقد أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن المملكة العربية السعودية تحقق استدامة وتميزا في مسيرة النهضة والتقدم وتحصيد نجاحات ملهمة في المشاريع والمبادرات التنموية الشاملة ونوه الصالح بالمكانة الرفيع التي وصلت إليها المملكة العربية السعودية على المستويات العربية والإقليمية والدولية وما تشكله من عمق سياسي واقتصادي مؤثر على مستوى العالم يسعدني أن أرفع اسم آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود آهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله ورعاه ملك الخير والإنسانية وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بمناسبة اليوم الوطني الثاني والتسعين للمملكة العربية السعودية الشقيقة وأن نشارك بهذه المناسبة أشقائنا في المملكة العربية السعودية أفراحهم الوطنية المباركة ونحتفل معهم بهذه المناسبة الغالية وهو يوم تأسيس المملكة إنما يربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية الشقيقة من علاقات أخوية تاريخية وطيدة محل فخر واعتزاز لدى الجميع فهما تشهدان تطورا مستمرا بفضل دعم القيادتين الحكيمتين في كل المملكتين الشقيقتين والعمل المستمر لاستثمار كافة السبل للمضي في مسيرة التعاون والعمل المشترك لإرساء قواعد الأمن والسلام في المنطقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر